موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وسهلاً بكم مشاهدين الفاضلين إلى هذا اللقاء الجديد من برنامج مقاصد تدور حلقة اليوم حول فكرة الحاكمية التي منفكت تثير الجدل والسجال في ساحة الفكر الإسلامي بمن طوى عليه هذا المبدأ من تأثيرات امتدت إلى نظام الحياة في الدولة والمجتمع فماذا تعني الحاكمية وهل لها جذور تاريخية أم هي وليدة مرحلة سياسية محددة فرضت على المسلمين استحضار هذا المفهوم وما أثر تفعيل هذا المبدأ في واقع المسلمين على تصوراتهم ونظام حياتهم للحديث في هذا الموضوع يسعدني الترحيب بالدكتور عمر عبد العزيز القرشي الأستاذ العقيدة والمذاهب والأديان أهلاً ومرحباً بكم أهلاً ومرحباً وسهلاً مصطلح الحاكمية ربما برز بشكل واضح ومحدد بمفهومه الذي يتداول الآن بعض سقوط الدولة العثمانية التي كانت تلم شتات المسلمين في العالم لكنه الآن في ظلم تمر به الأحداث المنطقة من أحداث وتطورات وتفاعلات على كل الأصعيدة يعني استعاد زخماً كبيراً وصار الحديث فيه مرتبطاً بطبيعة ومستقبل المسلمين ماذا تعني الحاكمية بداية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن وآله اللهم هدنا لمختلف فيه من الحق بإذنك أما بعد فتحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين الفضلاء أهلاً وسهلاً فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدني أن أتكلم في هذه القضية التي بفضل الله تعالى درستها وتخصصت فيها منذ ما يزيد على ربع قرن من الزمان حيث حصلت فيها على رسالة التخصص الماجستير رداً على أفكار التكفيريين في مصر وهي ذات الأفكار الموجودة الآن عند الدواعش وهي من قبل هذا كانت عند خوارج الأمة مصطلح الحاكمية مصطلح كما يقال في القاعدة لا مشحة في المصطلحات يدور في فلك الآيات والأحاديث التي تتناول قضية الحكم وأنه لله وحده وليس لأحد سواه وعلى رأس هذه الآيات قول الله سبحانه وتعالى إن الحكم إلا لله المتكررة في القرآن الكريم في مواضع عدة وتجيء بهذا الأسلوب اللغوي الذي هو أسلوب والحصر والقصر إن بمعنى ما نافية وإلا أداة استثناء والجملة ما بين أداة نفي وأداة استثناء تعني الحصر والقصر فالحكم ليس إلا لله وحده ما معنى الحكم هنا؟ والحكم هو قضية من الذي يحلل ويحرم ومن الذي يحكم ومن الذي يضع للناس منهاجا ومن الذي يضع لهم تصورا ومن الذي يضع لهم دستورا وما هو المنهاج الذي يسيرون عليه في حياتهم وينير لهم طريقهم هذه قضية الحاكمية قضية الحاكمية تخصص وتعمم تخصص فتتناول كل ما هو حلال وحرام وتعمم فتشمل قضية الدين وقضية الشريعة الإسلامية الحاكمية مصطلح حديث لقضية عقدية أصولية ثابتة في الكتاب والسنة إن بنت عليها معالمها ذا دين ومن أجلها قامت الدولة لأنه كان من الممكن أن يكون هناك تشريعات في العهد المكي ولكن لا يمكن أن أن تجد فرصتها في أن تطبق حتى أقيمت الدولة فقامت الدولة في المدينة المنورة على منهج الله على حكم الله سبحانه وتعالى أخذت صورا وأشكالا متعددة لكن نحن نستطيع في الجانب الاصطلاحي أن نقسم الدين إلى شعائر وشرائع فالشعائر كالعبادات فنقول هذه شعائر وهذه فيما يبدو حتى إلى الآن مسموح بها في المناهج العلمانية والمحاربة للإسلام فلك الحق أن تصلي وأن تصوم وأن تزكي وأن تحج كشعائر لكن شرائع دين يحكم وشرع يرسم ويقود ودولة تسود هذا أمر مرفوض في ظل العلمانة أو الليبرالية أو في ظل عداء غير المسلمين لهذا الدين مذ قامت للإسلام دولة وانتشرت دولة الإسلام وفتحت البلاد وأهد الله على أيديها العباد وسقطت إمبراطورية فارس والروم وهناك حرب ضروس على دولة الإسلام بدأ يغير معالمها ويهدم عقائدها فالجانب الأهم الذي كانت المعاول فوقه كثيرة وكبيرة وعاتية كانت قضية الحاكمية حتى لا يكون الإسلام منهاج حياة وحتى لا تكون هناك شريعة تقود الناس ولا تسود الدنيا وبالتالي لا يكون لهم عز ولا يكون لهم دولة ولا يكون لهم منعة ويستطيع أعداؤنا أن تكون لهم الكرة علينا وأن نصبح نحن يعني في المؤخرة أو تبعاً وأن نصبح السوق الذي توزع فيه منتجاتهم أغذيتهم وأدويتهم وأسلحتهم ونبقى هكذا نحن الصالحون مننا يصلون ولا يقال لهم لماذا لماذا تصلون ويزكون ولو زكّوا بكل مالهم زكّوا كل مالهم أو بكل مالهم ولو صاموا دهرهم ولو استطاعوا أن يحجوا كل سنة ولا يقال لهم أين أنتم لكن أن تكون هناك دولة وفيها حكم لله وشريعة مطبقة فيبقى المسلمون يقولون هذا حلال وهذا حرام وحكم الله في هذه المسألة كذا وهذا ينبغي أن أن نواليه وهذا ينبغي أن نعاديه فنحن نوالي الله عز وجل ورسوله والمؤمنين ونعادي اليهود والنصارى وسائر ملا للكافرين والله يقول في الربى مثلا وأحل الله البيع وحرم الربى فالربى حرام وهذه البنوك التي تتعامل بالفوائد الربوية ينبغي مقاطعتها ولابد أن يكون لنا نظرة صحيحة لاقتصاد إسلامي يقوم على وأحل الله البيع وحرم الربى وأخذ المال من حل ووضعه في حق هذا كله ضمن الحاكمية ضمن الشريعة الشريعة التي جزء يسير منها لا يكاد يصل للعشر في المياه اسمه الحدود وكل الناس في ظل الحرب على الإسلام لما يتكلمون عن الشريعة الإسلامية تخيلون أنه الحدود هنرجم أو نجلد الزاني هنقطع أيدي السارق هنجلد القاذف وشارب الخمر والقصاص وحد الردة طيب الحدود هذه الحدود هذه بالنسبة للحاكمية وبالنسبة للشريعة ما هي إلا السور الذي يكون بمثابة السياج الذي يحرص البيت بعد أن اكتمل البيت وتم بكل مكملاته ومتمماته فوضعنا سورا ويمكن أن نستغني عن هذا السور أحيانا لكن لو أذنت لي دكتور عمر هذا السور كما وصفته الحاكمية بأنها السور هل هذا السور الحدود نعم ليست الحاكمية نعم إنما الحدود أنا أريد أن أسأل عن الحاكمية هل هي تدخل تحت عنوان قضية سياسية فقهية أم قضية قضية مفهوم ومبدأ الحاكمية الحاكمية أصلا قضية قضية كيف لأنك إذا تكلمت في التوحيد تقرأ الحمد لله رب العالمين أن الله سبحانه وتعالى رب العالمين ما معنى رب العالمين خالقه ورازقه وحاكمهم ومالكهم وسيدهم والمتصرف في أمورهم ولذلك يقول سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر خلق إذا يأمر أنا وأنت لم نخلق ليس لنا أن نأمر ولا أن ننهى لكن الذي خلق له حق الأمر وحق النهي فهي داخل في قضية التوحيد توحيد الربوبية وداخل في قضية توحيد الألوهية لما نتكلم عن مفهوم العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطلة فنجد قول الله عز وجل إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبد إلا إياه بتقسيم الدين إلى شعائر وشرائع فهذه الشعائر قد عرفناها والشرائع بقية معالم الدين فمن حيث أصل القضية عقدية لكن هذا لا يمنع أنها تدخل في فروع الفقهيات يعني لما نقول هذه قضية فيها حلال وحرام فالفقهية لكن الأصل لها عقدية عقدية آه قضية التحليم والتحريم قضية عقدية لدرجة أنها تسمى يعني ربوبية بمعنى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ قول الله تعالى في سورة التوبة عن اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله شوف كلمة أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلهم واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون فعدي بن حاتم كان نصرانيا فأسلم ففيهم كلمة أربابا على أنه كانوا يتخذونهم أليها يعبدونهم يصلون لهم فقال يا رسول الله ما عبدناهم قال يا عدي أما كانوا يحلون لكم الحرام فتحلون ويحرمون عليكم الحلال فتحرمون قال بلى قال فتلك إذن أو قال فتلك عبادتكم إياهم لكن حتى بس تدقيق المعنى أكثر دكتور من فضلك هل الحاكمية يقصد بها حاكمية الله أم حاكمية الشريعة وهل ثم تفارق وتمييز هنا بينهما يعني المسألة الحاكمية لله إن الحكم إلا لله طب إيه لحنا نحكمه الشريعة يعني ما فيه ثم التعارض بين أن تقول حاكمية الله باعتبار المصدر وحاكمية الشريعة باعتبار الأصل الذي سنطلق منه وندور في فلكه حاكمية الله سبحانه وتعالى إن الحكم إلا لله لذلك حاكمية لا تكون إلا لله لا تكون لبشر واحد يقول لك إزاي يعني طبعا فيه تفاصيل يضعها العلماء نعم بحكم الله عز وجل قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم لما نبدأ ندخل في القضايا الفرعية والتأصيل الشرعي لها في حاجة اسمها منطقة الفراغ التشريعي ما سكت الله عز وجل عنه فعندنا قواعد عامة أو الكليات التي جاء بها الإسلام حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل وحفظ العقل وحفظ المال وإحنا بنتكلم عن حفظ النفس مثلا نريد أن نضع ضوابط لسير السيارات في الشوارع بما يسمى بالقواعد المرورية هذه من الدين لكن القواعد المرورية بتنظيم حركة السيارات في الشوارع المزدحمة والشوارع المتقاطعة وهل ستكون عن طريق رجل المرور أو عن طريق الإشارات والإلكترونيات وكل هذه التفاصيل إن تحر فيها لكن في الأخير نعم عندي قاعدة عامة منضبطة بشرعا للحفاظ على هذا الكيان وعلى هذا البنيان وهو الإنسان وهذا ما نريد أن نتوسع به في المحور الثاني من الحلقة بعد الفاصل لكن قبل ذلك أريد أن أسألك دكتور الملاحظ أن الحاكمية بحسب الأدبيات المتداولة الآن على ألسنة وأقلام المفكرين أنها ظهرت مع المفكر الإسلامي أبي الأعلى المودودي في الهند في منتصف القرن العشرين عندما طبعا تعرف الأحداث السياسية عندما كان المسلمون أقليا ثم انفصلت باستقر في باكستان ووضع كتبه خاصة المصطلحات الأربعة ونظر لهذا الأمر هل الحاكمية ظهرت نتيجة مرحلة سياسية محددة فرضت على المسلمين استحضار هذا المفهوم التعامل معه أم أن لها جذور تاريخية ما قبل ذلك الحاكمية لها جذورها التاريخية بدأت بوادرها في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وأساس القضية في القرآن والسنة ولما النبي عليه الصلاة والسلام بيقسم الغنائم وجاءه رجل يدعى ذو الخويصير وقال يا محمد اعدل قال ويحك من يعدل إذا لم أعدل خبت وخسرت فقال عمر دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق قال لا يا عمر حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه سيخرج من ضئضي هذا الرجل أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود لو يعلم من يقاتلهم ماذا له من الأجر لاتكل على ذلك أو أي لاتكل على ذلك أو كما قال صلى الله عليه وسلم فكانت الجذور لفكرة الحاكمية هذه الخوارج والخوارج عرفوا في أول مدرسة من مدارسهم وأول فرقة من فرقهم بالمحكمة الأولى وهم أصحاب الشعار لا حكم إلا الله ولا حكم إلا لله طبعا لا حكم إلا لله مأخوذ من القراء إن الحكم إلا لله وبرضو لما جعلوها لا حكم إلا الله هكذا والفكرة يعني هذه جذورها القديمة على يد الخوارج الذين ما كانوا يعرفون باسم الخوارج وإنما كانوا يعرفون بالقراء لكن إذا ما كانت جذورها على يد الخوارج هذا يعني أنها قضية ليست أصولية لا الفهم الخاطئ لقضية الحاكمية على يد الخوارج لكن أصول القضية في القرآن والسنة ولذلك لما قرأوا الآية على سيدنا علي إن الحكم إلا لله بفهمهمهم قال علي كلمة دونها التاريخ سجلها كلمة حق أريد بها باطل كيف ذلك؟ قالوا له لابد نترك القتال ونتنازل للقوم ونتحاكم يعني نرضى بالتحكيم القوم يدعوننا إلى تحكيم كتاب الله وأنت تدعوننا للقتال والله إن لم ترضى بالتحكيم يا علي لنقتلنك كما قتل عثمان ولنرقين بجثتك لعدوك يفعلون بها ما يشاء فخضع لكلامهم حقنا لدماء المسلمين ومنعا لتفريق الصف لكن دكتور عمر يعني هذه القضية وبفهم الخوارج بهذا الفهم عندما هو بداية اعترض عليه لعدم قبوله بمبدأ التحكيم نعم لكن بعد ذلك عندما قابل التحكيم وعدما رفع جيش معاوية المصاحف اعترضوا على تحكيم الرجال فهو قال قولته المشهورة أيضا قال هذا كتاب الله بين دفتي المصحف صامت لا ينطق وإنما يتكلم به الرجال نعم كلمة مشهورة أرادوا التحكيم الله ولكن أرادوا أيضا امرط الله ولا بد للمسلمين من أن يكون لهم أمير بر بر أو فاجر السؤال هنا يعني هذه التعقيدات والخلافات في قضية الحاكمية ألا تشوش مبدأ الحاكمية من الأصل شوشته نعم وهذا واقع نحن نحكي الآن واقعا سيئا أو نحكي تاريخا لكن القضية في ذاتها في منتهى الشفافية هذا ما أردت وما ضاع المسلمون إذ ضاعوا إلا ببعدهم عن هذه القضية في صلاحيتها في شفافيتها في صحتها في مثاليتها إنما الواقع شوها وشوها كثير من قضايا الدين ليست الحاكمية كجزء من العقيدة العقيدة كلها يعني حوربت لأنها كانت أصل عزة المسلمين وسبب قوته وحدة المسلمين كانت قوة أيضا كانت سببا في قوة المسلمين فهذه أيضا حوربت ولذلك حورب توحيد الكلمة حوربت كلمة التوحيد كلمة التوحيد التي هي لا إله إلا الله حرفت في ظل المنهج الفلسفي إلى أنه كل شيء هو الله بما يعرف باسم الاتحاد والحلول أو وحدة الوجود إذن إذا أردت الحق ليست وحدها قضية الحاكمية نعم التي حرفت على يد الخوارج على يد التكفيريين على يد الدواعش فلما جاء مثل الأستاذ أبو الأعلى المودود أراد أن يلقي بالأضواء على هذه القضية التي تاهت أو ضاعت أو حرفت ومثله في مصر عندنا قالوا الأستاذ سيد قطب وآخرون تناولوا هذه القضية نعم وفيهم من بالغ وفيهم من أحسن وفيهم من أساء وبدأت تصبح قضية تفرض نفسها على الساحة في ظل المحن التي توالت على المسلمين بعد أن انفرط عقد الأمة بضياء الخلافة من سنة 1924 وجاء الإمام حسن البنة رحمه الله ليعيد للناس الخلافة مرة أخرى وبدأ يأسس جماعة الإخوان المسلمين بعدها بسنوات سنة 1928 وتوالت المحن على الإخوان كبارا وصغارا في ظل المحن التي توالت عليهم راح الشباب يقولون لماذا يعذبوننا كل هذا العذاب وكل أنواع التعذيب شيء يعني فوق التصور يشيب لهوله الولداء فرح يقول نحن لم نطالبهم إلا بتطبيق شرع الله وما أردنا منهم إلا أن يحكموا منهج الله إذن القوم يتركون الحاكمية ولا يريدونها إذن ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فبدأت قضية التكفير عن طريق قضية ترك الحكم بما أنزل الله وبعد الناس عن الشريعة الإسلامية وهجرانها وإلغاء الخلافة الإسلامية كل هذا أدى إلى ظهور فكري تكفيري أساسه ترك الحكم بما أنزل الله والشباب لم يفرقوا بين من هو مكره وبين من هو مختار وبين من عنده علم ومن لا علم عنده وبين كذا وكذا الضوابط الشرعية الموضوعة للمسألة في قضية الحكم على الأفراد وإقامة الحجة باستفاء الشروط وانتفاء الموانع فكفروا الناس لدرجة قالوا الكافر الحاكم هذا كافر طيب الحكومة اللي معها كافرة طيب وكل من رضي بما يفعل كفار حتى حكموا على زوجاتهم بأنهم كفار وعلى أمهاتهم بأنهم كفار ولهذا دكتور أنا ذكرت قضية الخوارج في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى يتبين كيف يمكن ضمان إنفاذ مفهوم ومبدأ الحاكمية في حياة المسلمين من غير أن يكون حكرا على مدرسة أو طبقة من العلماء حكرا على تصورهم لهذه القضية بحيث يكون مشاعن بين المسلمين بحيث يكون متفق عليه بين جميع المسلمين أريد أن أبحث معك هذا ولكن بعد الفاصل لو أذنت لي هذا فاصل قصير ثم نعود لمواصلة الحديث ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أسعدكم الله ما زلنا وإياكم في الحديث عن مفهوم الحاكمية في الإسلام والحديث دائما مع الدكتور عمر عبد العزيز القراشي أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أهلا دكتور كيف يمكن فهم الحاكمية وإنفاذها في حياة المسلمين في ظل غياب الدولة الإسلامية الآن لا يوجد دولة إسلامية كيف يمكن فهم الحاكمية أو تطبيقاتها ونفاذها في حياة المسلمين من دون وجود الدولة الإسلامية قضية الحاكمية تحتاج إلى دولة في معناها الشامل العام ولكن في ظل عدم وجود دولة هذا لا يعني أن الحاكمية لا تكون موجودة كيف تكون موجودة في الإسلام؟ لأنها هي مرتبطة بالأفراد وبالأسر كما أنها مرتبطة بالحكومات والدول كما قلنا في مفهوم الحاكمية حلال وحرام أنا كإنسان كفرد الله عز وجل بيّن لي هذا حلال وهذا حرام لو أنا خالفت مفهوم الحلال والحرام إذن أنا خرجت عن مفهوم الحاكمية لله ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين أفترون على الله الكذب لا يفلحون ماتعهم قليل ولهم عذاب أليم أنا في تعاملي مع نفسي عندي حلال وحرام هذه حاكمية طب في تعاملي مع زوجتي عندي ضوابط شرعية اسمها الحكم بما أنزل الله إني أحسن عشرة الزوجة طب إذا حدث من الزوجة نشوز يبقوا التي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجرهن في المضاجع وضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيله إن الله كان علي كبير وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله إن يريد إصلاح يوفق الله بينهم إن الله كان علي من خبير السؤال هنا هذه حاكمية أم لا ليست حاكمية هذه حاكمية في قضية أسره طب النشوز من الزوج وإن امرأة خافت من بعليها نشوزا أو إعراضا فلا جنح عليهم أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير الآية لكن على مستوى الدولة والمجتمع أيوة أنا أقول لحضرتك يعني في ظل غياب الدولة تبقى الحاكمية كفرد وأسره والحاكم والعالم النهاردة غيب عن الحاكم بصورة واضحة وعن العالم في كثير من الأحيان لما يحب العالم يمشي على مبدأ خالف تعرف أو على مبدأ أنه يطلع في التلفزيون أو يأخذ لقب المفكر للإسلام الكبير أو أنه يبقى إنسان محبوب من قبل أعداء الإسلام الغربيين يعملوا له مخطط ويددوا له فلوس وحاجات كتير فيروح يحلل ويحرم بالهوى أئمة الضلال الموجودين الآن قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين بيعملوا إيه؟ بيحللوا الحرام الربا من أشد المحرمات في الإسلام ومن أكبر الكبائر في الإسلام وما أعلن الله الحرب في ذنب من الذنوب إلا في الربا وما أعلن الله المحق في شيء كما أعلنه في الربا ومع ذلك صار الربا عندنا يقال حلال اللي هي الفواد البنكية وبعد ما كانت حلال واحدة صارت ثلاثة حلال معذرة دكتور هذه القضية التي كنت أريد أن أبحثها معك يعني غياب الدولة الإسلامية أثر على تصورات المسلمين جملة وتفصيلا بحيث لم يعودوا يرون الحلالة حلالا أو الحرامة حراما اختلطت المفاهم هنا يؤثر على المفهوم الحاكمية الشمولية الكلية في حياة المسلمين غياب الدولة إذن يعني كيف يتكرس مفهوم الحاكمية في ظل غياب الدولة هنا؟ على الأقل في ظل غياب الدولة إنه الحاكم إذا أراد أن يتقي الله عز وجل لا يخالف مثلا حكما من الأحكام أو لا يخالف قضية حلال والحرام هذا غير متحقق والعالم ولذلك الله عز وجل قال عن الاثنين هؤلاء قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله الحاكم والعالم فالحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله فقد حكم الله عليه بثلاثة أحكام في سورة المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون فهو بين الكفر والظلم والفسق يتردى وتردد والعالم إذا حكم بغير ما أنزل الله نصب نفسه إلها مع الله وأصبح شريكا مع الله بالآية التي في سورة الشورى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فالمفروض أنه في دولة أو ما في دولة الحاكمية تبقى قائمة لكن الحاكمية لا يمكن أن تأخذ مجالها إلا في ظل دولة مسلمة دولة تقوم على شرع الله النبي محمد عليه الصلاة والسلام أقام لنا دولة لأن المسألة ما هي مجرد دين ولا ينبغي أن يكون هناك فصل الدين عن الدولة ولا فصل الدين عن السياسة وما الدين في شعائره إلا جزء صغير جدا من حياة الإنسان التي ينبغي أن تقوم بكاملها على منهج الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين منهاج الحياة كله ينبغي أن يكون لله والممات ينبغي أن يكون في سبيل الله لله رب العالمي لا شريك لا لا حاكم ولا عالم لا شريك لهو بذلك أمرت وأنا أول المسلمين فمن ثم أقيمت دولة الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام جعل لها دعائم صلة المسلم بربه ورمز لها بالمسجد وصلة المسلم بإخوانه وعمل قضية الإخاء بين الأوسل خزر جبين المهاجمين والإنصار وصلة المسلم بغير المسلمين وعمل المعاهدات مع أهل الكتاب مع اليهود جيرانه في المدينة فوفى لهم ولم يوفوا له لكن في سياق الحديث عن المقاصد وقبل قليل تحدثت عن المقاصد الكلية للإسلام هذه المقاصد التي يريدها الله أو جاء الإسلام لتحقيقها لا تتحقق إلا بقيام الدولة بمعنى تطبيق الحاكمية الكلية أم أنه يكفي أن يحل الإنسان ويحرم وأن يحسن علاقته بزوجه وأقربائه وجيرانه وغير المسلمين يكون بذلك قد تحققت الجزء الأكبر من الحاكمية لا يتحقق جزء من الحاكمية وليس الجزء الأكبر لا تتحقق الحاكمية إلا في ظل دولة وحاكم مسلم بشروطه التي وضعها الإسلام يسوس الدنيا بالدين حاكم مسلم يسوس الدنيا بالدين ومعنى أن يسوس الدنيا بالدين يعني سياسة الدولة كلها منضبطة بشرع الله منضبطة بالحاكمية ماذا قال الله عز وجل في هذه القضية وماذا قال رسوله طيب ونحن ماذا نحن مسلمون أنا مسلم إذن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم أنا حر أفعل هذا ولا أفعله ولا اختار الشريعة أو الوهج لا طبعا في دين أو في إيمان إذن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم حتى في السنن فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينه اختلاف على سنة من السنة لابد أن أرضى بحكم الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يحكموك فيما شجر بينه ثم لا يجد في أنفسهم حرجا هذا يقتل أن الدولة غاية أم وسيلة لتحقيق غاية أكبر إقامة الدولة إذا كانت الحاكمية بمفهومها الشامل مرتبطة بقيام الدولة هل هنا الدولة قيامها وسيلة لتحقيق شرع الله وإقامة الخلافة وإذا تحققت هذه الشريعة بدون الدولة هل تسقط الدولة؟ لا لماذا؟ لأنه هي بوجود الشريعة ووجود الحاكمية إذن عندنا دولة مسلمة لأنه هي منظومة مكتملة هل يمكن أن توجد حاكمية بدون دولة؟ لابد أن يكون عندي حاكم وعندي حكومة وعندي قضاء وعندي جهات قضائية وتنفيذية كل هذا اللي هي العناصر الأساسية في إقامة الدولة لكن شاهد التاريخ الإسلامي وهذا حصل حتى في عصر الخلافة الراشدة دكتور أن الخليفة تصرف بما يتعارض مع النص الصريح في النصوص الشريعة هل في هذا نقض لمبدأ الحاكمية؟ لماذا؟ لأنه يمكن من حقه أن يجتهد في موضوع النص؟ يجتهد مع النص أو في النص ولكن ليس ضد النص يعني قضية عمر بن الخطاب اجتهد في قضية رضي الله عنه في قضية سواد العراق واجتهد في قضية المؤلفة قلوبهم سهم المؤلفة قلوبهم أبطل سهم المؤلفة قلوبهم باجتهاد شخصي وكذلك منع توزيع سواد العراق على المجاهدين وعلى المسلمين وأبقاهم لأهلهم من أهل العراق وهذا خلف فيه مجموعة الصحابة قبل أن يعودوا إلى رأيه لاحقا هل هذا خلف يعني؟ لا هذه هي الفرعيات الموجودة في القضية الحاكمية الاجتهاد في النصوص والنظر إلى المآلات وفقه الواقع وفقه المستقبل وما إلى ذلك سيدنا عمر كان ممكن يوزع هذه الأرض المفتوحة على المسلمين كما كان يحدث من قبل ولكن كل واحد إن شاء الله نوزع له الأرض ويبقى عليها طب ولمن يأتي بعدهم ولما يبقى عطناله الأرض وبدأ يزرع ويهتم بالزرع والرفع ويبقى من للثغور ومن للجهاد هذا اجتهاد عمر هو لا يخالفه منهج الله النبي عليه الصلاة والسلام لما قال نص صريح للصحابة من كان يؤمن بالله واليؤمن آخر فلا يصلي لأن العصر إلا في بني قريضة والصحابة فهموا من فهم ظاهر النص قال مش هصلي العصر إلا في بني قريضة ولوحان المغرب والثاني فهم دلالة النص إنه أريد مننا الاستعجال فهذه مسألة الاجتهاد لعمر ومن قبله لأبي بكر ومن بعده لعثمان وعلي اجتهاد في النصوص كفى له الإسلام لهم إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر ليس هذا معارضة لمنهج الله أو لحكم الله المعارضة الصريحة هذه قضية في غاية الأهمية حقيقة لأن كثيرا يغمزون من هذه القناة للتعريض في قضية الشريعة وحكمها ونصوصها إلى آخرين إذا ما كان الأمر سأبني على قضية سواد العراق لأنها قضية مهمة إذا ما كان اجتهاد الحاكم هنا بما يخالف النص الواضح والصريح وحتى قطعي الدلالة والثبوت إذا ما خلفه الحاكم هنا باجتهاد منه وحقق مصالح المسلمين لا يمكن يكون قطعي النص قطعي الثبوت ويخالفه باجتهاد إنما يخالفه باجتهاد مع ظنية في النص وظنية في الثبوت طيب جميل إذا خلف النص هنا دكتور وحقق مصالح المسلمين ألا يعتبر بهذه الطريقة يعني يؤدي إلى ما يقوله المعارضون لفكرة الدولة الإسلامية من أنه نحن نريد خدمة الإنسان وخدمة المسلمين وليس بالضرورة أن يكون كل شيء نابع من النص يمكن الاجتهاد في موارد النص لا هم يأتون إلى الثوابت القطعيات ويردون أن يطبقوا عليه هذا القانون إنما القانون الذي نتكلم عنه في قضايا له للحاكم حق الاجتهاد ولابد أن يستعين فيها بأهل الرأي الذين هم أهل الشورى الذين قال الله عز وجل نبيه عليه الصلاة وشاورهم في الأمر وقال عن المسلمين وأمرهم شورى بينهم ففي مثل هذه الفرعيات تكون هذه الاجتهادات أما في الثوابت قال الله عز وجل في قضية من القضايا وحل الله البيع حرم الريبع يقول لا 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 نحن نريد أن نقول أن الفوائد هذه ذا كان كلام ذا زمان ولما بيبقى في شخص مع فلوس وبيبتزي الناس أما البنوك لا تبتزي الناس لا تكلام ذا تعريف للكلمة من بعض مواضعه إذن نحن أمام الثوابت لا يمكن أن نجتهد حقيقة سألتك هذا السؤال القاضي وهذه قضية زنة وثابتة والحكم فيها جلد أو رجم ويقول لا 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 نحن نخليها سجن ست شهور وكذا أنا سألتك هذا السؤال دكتور عمر حقيقة لأصل معك إلى نتيجة تحريرا إذا ما كانت الحاكمية تسلب إرادة المسلم واجتهاده وتفكيره أم أنها تفتح له الأفاق لأنه ثم تمن يقول أن الحاكمية هي يعني هي سلب الإنسان إرادته وقدرته على الاجتهاد فإذا الحاكمية لا تطعر وانتزاع الحاكمية معناها أنه يريد أن يكون مكان الله عز وجل ثم إن هذه الحاكمية لا تسلب الإنسان إجتهاده لابد أن يفرق ما بين ثوابت وما بين متغيرات أنا عندي الثوابت معدودة هذه التي لا ينبغي لأي كائن من كان أن يغيرها لماذا؟ لأن حق الله وحده الذي خلق فعلم فحكم أما أنا لم أخلق ولم أعلم ومن ثم لا يجوز لي أن أحكم أما لكل الأمور المرنة فهذه تحرك فيها كما تشاء في ضوء الشريعة في ضوء الشريعة طبعا لأنه الشريعة وضعت لها ضوابط ووضعت لها قواعد ولها أصول القواعد الكلية سبحان الله العظيم هذا الدين يعني من العظمة ببكان وأي إنسان يعني بالذات لما يكون دارس الأصول أصول الفقه بما فيه الضوابط الشرعية أو القواعد الشرعية والمقاصد وهذه الأشياء يجد عظمة هذا الدين أنه عندك بند كلي وتحت هذا الكل خذ فرعيات وخذ جوانب مرنة اتصرف فيها كما تشاء الإسلام يقول له أمره بشورة بينهم إذن لا تلغي هذا النص طيب إيه ضوابط الشورة فيما لا حكم لله عز وجل فيه طيب كيف يكون عن طريق مجلس عن طريق هيئة في مبنى في مسجد كل المظاهر وكل الأشكال اللي هيتم بها أمر الشورة أنا كدين لا أتدخل في ذلك هذا جانب مرن يختلف باختلاف العصر والمصر لكن في الأخير لا تخالف أمر الشورة وهنا يحضرني سؤال دكتور قبل أن أذهب إلى فاصل يعني ثمت مدرستان فيما يتعلق بالحاكمية هنا أو بإنفاذ الحاكمية في واقع المسلمين مدرسة المقاصد التي تسعى لتحقيق مقاصد الشريعة والمدرسة النصية التي وقفت عند حدود النص ولم تتحرك منهم يعني برأيك أي المدرستين يمكن أن تترجم الحاكمية وتحقيقها وتنفذها في واقع المسلمين أكثر من الأخرى لا تعارض بينهما تبقى المسألة النصية عند القواعد الثابتة التي لا مجال فيها لمرونة أو مفاصلة وتزول الجبال ولا تزول وتبقى مسألة المقاصد والتفريعات والتفصيلات في الجانب المرن في تفريعات كل قضية كلية فكل كلية لها جزئيات تنبثق عنها فيبقى الأصل ثابتاً وتبقى الفرعيات عنه مرنة تأخذ فيها جوانب القواعد الفقهية والمقاصد الفقهية والأحكام المرنة التشريعية التي يمكن أن تختلف من زمان لزمان ومن مكان لمكان والتي يقال فيها الحكم لا يختلف وأما الفتوى فتختلف باختلاف الزمان والمكان كيف يمكن ضمان عدم تحول الحاكمية حاكمية الله سبحانه وتعالى وحاكمية الشريعة إلى الدولة إلى دولة دينية هذا ما أبحثه بعد الفاصل فاصل وبعده نواصل ترجمة نانسي قنقر أهلا وسهلا بكم إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة دكتور عمر الحاكمية ما زلنا في الحديث عن الحاكمية كيف يمكن ضمان تفعيل الحاكمية في حياة المسلمين وتصوراتهم وأفكارهم والرجوع في كل تفصيلة كبيرة وصغيرة إلى الله سبحانه وتعالى إلى النص إلى مقصود الشريعة كيف يمكن ضمان عدم تحول هذا الأمر كله إلى دولة دينية ثيوقراطية قال الله سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل هذه ثابتة من الثوابت نعم وهذا هو جانب الحكم في الإسلام و جانب القضاء في الإسلام وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل يعقب الله عز وجل عليه بقول إن الله نعم ما يعظكم به نعم ما يكون من الأحكام والقضاء إذا كان على هذا الجانب وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا العدل على أن يكون واقعاً لا على أن يكون شعاراً فما من محكمة من المحاكم الموجودة في الدنيا إلا وعليها ميزان له كفتان وعلى إنه الميزان بسم الله ما شاء الله وتحت الميزان وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل لكن أين هو من الواقع لكن الحاكمية في الإسلام كانت تطبيقاً واقعياً وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا العدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعاً بصير على أي شيء يا ربنا تحاكم يا أيها الذين أمنا أطيعوا الله باتباع القرآن وأطيعوا الرسول عليه الصلاة والسلام باتباع السنة وأولي الأمر منكم الأمراء والعلماء الذين يحكمون بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم حتى لا تكون لهم طاعة مستقلة وحتى لا يأتوا لنا بأحكام من البلاد ومن العباد ويستوردوا لنا القوانين ويقولون هذه يمكن أن تكون بديل عن الشريعة أو بديل عن القوانين الإسلامية لا أولي الأمر منكم الذين يحتكمون إلى شرع الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل إذن هذا هو المنطلق أن أرد الأحكام إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وليس إلى الأشخاص وليس إلى الأشخاص الأشخاص إنما هم الذين يقومون بهذا الواجب ويقومون بهذا الدور والاجتهاد في المسائل التي تحتمل الاجتهاد ده الجانب النظري الجانب العامة لدولة النبي عليه الصلاة والسلام إنه أقام دولة وقامت على الشريعة ولم تكن دولة فيقراطية لم تكن دولة الدينية بالمعنى الذي دائماً وأبداً يلمزون شرع الله والتحاكم إلى كتاب الله بأنه تعزينها دولة مدنية دولة دينية فيقراطية لينظروا إلى المنظور هذا من خلال الحكم الذي عاشته أوروبا في عصورها المظلمة وإن ما يحله الرجل الكنيسة يحله الله وما يحرمه رجل الكنيسة يحرمه الله نحن لا نعرف هذا في دين الله عندنا القضية الحكم فيها لله عز وجل طبقها النبي عليه الصلاة والسلام وجاء الخلفاء الراشدون من بعده فطبقوها بأكمل وجه ثم باقية الخلافة تأخذ أشكالاً وصوراً متعددة في جانب عظيم منها وكبير مطبق الغاية لما ولغيت الخلافة الإسلامية في العصر الحديث قبل مئة سنة وشوية سنة 1924 وأربعة وعشرين إذن هي ليست مئة وزيادة لأننا نحن الآن ألفين وشمان عشر أقل من قرب قليل نعم بالضبط إذن كلمة الزيادة لم تكن منضبطة فألغيت الخلافة وصرنا شتات وقسمة الدول الإسلامية وأصبح في تقسيم المقسم وما هو معروف في التاريخ بسايكس بيكو إلى غير ذلك فراحت الشريعة وراحت الدولة الإسلامية وضاعت الخلافة إذن الخلافة كانت موجودة ولم تكن دولة ثيقراطية ولم تكن دولة دينية ولم تكن بالمعنى الذي يحاربوننا عليه ويشوهون به صورة شريعتنا أو صورة خلافتنا إنما دولة يمكن أن يقال عنها دولة قائمة يسموها مدنية سموها مدنية لكنها تعيش في ظل شرع الله وحكم الله سبحانه وتعالى الدكتور حقيقة طرحت مثل الدولة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي الخلافة الراشدة كانت الناس هناك متساوية أفقيا تقريبا في الفهم بمعنى أنهم اللغة العربية عندهم متأصلة وسليقة ويفهمون مقاصد القرآن وتراكيبه ومعانيه وألفاظه لكن بعد ذلك وخصوصا في عصرنا الحالي هناك الكثير من التطورات الكثير من المستجدات التي لا يوجد من يستطيع أن يؤصل لها من الناحية العلمية وإذا ما فعل ذلك أحد ما مثلا هل معنى ذلك أن يلزم الناس بتصوراته وأفهمه خصوصا وأن هناك الكثير من الاختلافات بين المسلمين إذا ما جاء ومن فسر هذه المستجدات في ضوء مراد الشريعة ومقصود الشريعة ألا يعتبر هذا أنه إلزام للناس بتصوراته وبالتالي شيء من أثيوقراطية شيء من الدولة الدينية لا طبعا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها أمر دينها قال عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين نعم فكلما ابتعد النس عن الدين أو صعب عليهم فهم الدين ويعني ثقلت عليهم اللغة ودخل الأعاج في الإسلام أو استعجمت اللغة على العرب بحكم أنهم صاروا يتكلمون لهجات هذا يصحب المهمة على العلماء لكن الله عز وجل تكفل بحفظ هذا الدين نعم ومن ثم يرسل أمثال هؤلاء المجددين على رأس كل قرن فليس هذا يعني من جنس الثقراطية إنما هذا عالم يبين للناس ما جهلوه ويردهم إلى ما ابتعدوا عنه من أصل الدين وبساطته القرآن والسنة بعيدا عن الأشياء التي مثلا طرأت على الدين وعلم الكلام والفلسفات والبدع والضلالات والجهلات فيأتي هذا المجدد فيقوم بهذا الدور أمثال فلان وعلان وفلان في كل قرن موجود إمام أو أكثر يجدد للناس أمر دينه وهناك علماء حوله يمكن أن يرد عليه إذا أخطأ لأنه ليس معصوما ولا عصمة لحد بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام أشكرك شكرا جزيلا دكتور وصلنا إلى ختم هذه الحلقة أشكرك على ما أفضت به في هذا الموضوع أعزائي المشاهدين وصلنا إلى ختم هذه الحلقة أشكر الدكتور عمر عبد العزيز القرشي أستاذ العقيدة والأدياني والمذاهب شكرا لكم في حراسة الله شكرا لكم شكرا لكم